على هذه الأرض أرض سيناء تجسدت أعظم قصص الفداء ونماذج الوفاء للوطن حيث سطرت ملحمة السادس من أكتوبر حكاية جيش لا يعرف المستحيل استراتيجية النصر في حرب السادس من أكتوبر كانت ثورة حقيقية لمفاهيم الحرب تجلت في عبقرية تنسيق المحكم والدقيق بين القوات الجوية والدفاع الجوي والمشاء والمدرعات عنصر المفاجأة كان الأهم من خلال توظيف قدرات سلاح الجو إلى جانب استعاب تكنولوجيا العصر في وقت قياسي وفي تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ظهرا بدأت معركة العزة والشرف والكرامة بانطلاق 220 طائرة مصرية في عمق سيناء حيث استهدفت تمركزات العدو ونقاته الحصينة شرق القناء وفي نفس الوقت قام أكثر من ألفين مدفع بإطلاق مختلف الأعيرة على طول الجبهة لقصف مواقع العدو على الجبهة الشرقية لقناة السويس وتمهيداً لملحمة عبور قناة السويس كان لسلاح المهندسين دور بارز حيث قام بتجيز خنادق لفرق المشاء في الجبهة تكفي نصف مليون مقاتل وبلغت أطوال تلك الخنادق ألف كيلو متر وبالتزامن مع القصف المدفعي وتحت الغطاء الجوي قامت قوات الجيش الثاني والثالث الميداني بتنفيذ ملحمة العبور حيث تمكنت باستخدام خراطيم المياه من هد 1500 متر مكعب من الرمل مما أسفر عن حدوث 81 صغرة في الخط بعدها قامت قوات الجيش الثاني والثالث بالعبور إلى الدفعة الشرقية على دفعات متتالية وبقسطة أنواع مختلفة من الزوارق المطاطية كما نجح السلاح المهندسين بعمل أول كبري سقيل وقاموا بعمل ستين ممراً بالستر الترابي على طول الجبهة وإنشاء سمانية كبار سقيلة وأربعة كبار خفيفة إلى جانب تشغيل سلسين معدية وفي زمن قياسي سقطت كل النقاط الحصينة للعدو وسقط معها خط برليف ليتم بعدها رفع العلم المصري على شرق القنة ومع استمرار العبور وصلت قوات الدفاع الجويل مهمتها في تأمين عبور قوات المشاء والمدرعات بعد أن تبدو قوات العدو خسائر فادحة هكذا عبرت القوات المسلحة قناة السويس خلال أعظم حروب القرن العشرين لتؤكد قدرتها على تجاوز العقبات بعد أن حققت معجزة سطرها أبناء الجيش بدمائهم وسردها التاريخ بأحرف منه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر